ترأس معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك وفدى مملكة البحرين في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية التي تضمنت اجتماع لجنة سياسات العامة التسعين واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية 143-144 في العاصمة البلجيكية بروكسل وبهذه المناسبة شهد رئيس الجمارك بجهود منظمة الجمارك العالمية في تعزيز التعاون والتنسيق لتأمين الحدود وضمان الاستدامة في سلاسل التوريد وتسهيل سيابية تبادل السلع في العالم وخلال الاجتماعين تم استعرض مجلس منظمة الجمارك العالمية في خطتها الاستراتيجية وما انجز بالخطة التشغيلية في العام 2023-2024 كما تم استعرض المواضيع الفنية الجمركية من اهمها نشاط بناء القدرات ومناقشة موضوع التعرف الجمركية وقواعد المنشأ بالاضافة الى استعرض تقرير موجز لما انجزته المنظمة بشأن المساوى بين الجنسين والتجارة الالكترونية والمرونة بين الجمارك والصناعة والجمارك الخضراء وتحديث منظمة الجمارك العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة